السلام عليكم معاكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعة حال حدثنا النهاردة عن هرمون التستسترون النهاردة هكلمكم عن هرمون الحياة اللي هو بنقول عليه هرمون الزكورة او التستسترون وانا بسميه هرمون الحياة للأسباب اللي اشرحها في التالي لانه هرمون مهم جدا جدا بالنسبة للراجل وبالنسبة للست الناس او الرجالة بصفة عما لما بتكبر في السن زي حالاتي كده بنخفض عندها هذا الهرمون لكن باتباع اسلوب الحياة الصحي بيرتفع هرمون التستسترون تاني في الجسم والكلام ده مش كلام لان طبيب ولما لان انا جربته على نفسي بعد اتباع اسلوب الحياة الصحي هرمون التستسترون عندي ارتفع تضاعفة قيمته تقريبا وزا ما هشرح في الفيديو التالي هتلاقي انه هرمون التستسترون ده يمكن مهم في كافة وظائف الجسم الحيوية وعشان يبقى عندك هرمون تستسترون لازم تكون عايش حياة حياة صحية سليمة اسلوب حياة صحي سليم يشمل الاكل الصحي النوم الصحي المجهود العضلي اليومي السليم خلينا نشوف بقى هرمون التستسترون ده بيعمل ايه في الجسم وايه هي وظائفه في الصورة الي قصدنا هنوضح او هنبين اثار هرمون التستسترون الي احنا بنقول عليه هرمون الزكورة على الرجل وده بالطبع زي ما قلنا بينطج عن اسلوب الحياة الصحي اذا اتبعت اسلوب حياة صحي جسمك بيفرز هرمون اسمه التستسترون طب لما ما تتبعش هذا الاسلوب وتكبر شوية في السن او حتى عند الشباب ويقل الهرمون ده ايه اللي بيحصل هيقل الهرمون فاول حاجة التأثير على الدماغ الانسان يشعر دايما بالارهاق يشعر دايما بالارهاق والتشويش وعدم القدرة على التركيز وضعف القدرة على الاستعام وفقدان للمزاج الكويس او المود الكويس لان الهرمون ده بيساعد على افراز هرمونات اسمه هرمونات السعادة او الراحة الاندروفينز ومنها الدوبامين ننزل بعد الراس نشوف منطقة الايه القلب الانسان بيبقى اكسر عرضة لامراض القلب اكسر عرضة لامراض القلب ومن ناحية التانية الساد الثادي بيبقى يزيد حجم الساد increased size of prestation نيجي بقى عند البلي الكرش increased fat tish وخصوصا في منطقة الكرش يزيد كرش الواحد اما المنضوع التناسولي او الجنسي فحدس ولا حرك لان الانسان بيفقد شهوته الجنسية ويفقد قدراته الجنسية ويصاب بما يسمى ضعف الانتصاب وفيه مضاعفات تانية على الاعضاء التناسولية زي البروستاتا ممكن تتضخم البروستاتا غدة البروستات بتتضخم ويتبحى طبعا مشاكل تضخم البروستاتا اللي عرفينا وربما تصل الى حد ان الانسان يصاب ببروستاتيك كانسر سرطان البروستاتا اما نتيجة تأثيره على العضلات والعزام فالانسان بيفقد التون بتاع العضل بتاعه وبيشعر بصفة عامة بالوهن والويكنس وربما يضعف العضم عنده والأي سبب بسيط ترومة بسيطة او يقع ينكسر العضل ويكون اكتر عرضة للاصابة بهشاشة العزام يعني من الصورة دي بنلاقي عشان كده انا بسميه هرمون الحياة مش هرمون الزكورة فقط لانه بيأثر على الانسان راجل او سيد في جميع اوجه نشاط حياته من فوقه عند الرأس الى تحت عند القدمين مش بس النشاط الجنسي والمقدرة الجنسية وانما وظائف كتير جدا جدا حيوية عشان الانسان يعيش مرتاح ويقدر يقوم بوظائفه بشكل جيد يبقى كده الخلاصة ان التستسترون مهم جدا يؤدي الى ان الانسان يبقى عنده نشاط عام وحيوية وعنده قوة جسمانية والنشاط الجنسي جاي تسيان في الراجل او في السيد وربنا يقينا ويقيكم من جميع الامراض والى اللقاء في فيديو اخر